احرز الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف العربي تقدما في جنوب ودي بن عبدالله شمال غربي مدينة حرض اليمنية ما اسفر عن مصرع وجرح اعداد كبيرة من افراد الميليشيات الانقلابية من جانب اخر احبطت وحدات من الجيش اليمني في محافظة الجوف هجوما مباغتا شنته الميليشيا الانقلابية مستهدفة به مواقع تقع تحت سيطرة الجيش في مديرية خب والشعف شمالي المحافظة